اشتركوا في القناة وعليهم كل يوم أن يعانوا معاناة بالغة بسببه إنهم مرضى النوم القهري فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصي لك كل الإشعارات ما هو النوم القهري مرض نوبات النعاس أو النوم القهري مرض يصيب الجهاز العصبي ويرافق المريض مدى الحياة وإن لم يشخص ويعالج فقد يؤثر في المريض تأثيرا بالغا كما سيتم توضيحه لاحقا ويرتبط أول وصف موثق للمرض بالعالم جيلينيو عام 1880 أهم أعراض المرض نوبات شديدة من النعاس لا يمكن مقاومتها ويقدر أن المرض يصيب الناس من كل الجنسين أغلبهم لا يتم تشخيصهم ويمكن أن تظهر أعراض النوم القهري في أي عمر ولكنها تظهر في معظم الحالات في بداية سن المراهقة وهناك أدوية تساعد المريض كثيرا ولكن لا يوجد علاج يقضي على المرض والنوم القهري مرض عضوي ينتج عن نقص مادة في الجهاز العصبي تدعى أوريكسين هبوكرياتين ولا علاقة للمرض بأي سبب نفسي والمرض ليس له تأثيرات عضوية أخرى ولا يؤثر في حياة المرض بصورة مباشرة ويبدو أن العامل الوراثي يلعب دورا في ظهور المرض ويصيب المرض حسب التقارير المنشورة من مختلف البلدان 23 إلى 190 شخصا في كل 100 ألف شخص ما المشكلات التي يمكن أن يواجهها المريض المصاب بالنوم القهري لأن المرض غير معروف بعد لدى الكثير من الناس فإن المرضى المصابين بهذا المرض يعانون الكثير قبل أن يتم تشخيصهم وتجد العائلة والمدرسون والزملاء صعوبة في فهم ما يحدث للمريض وحتى المريض نفسه يجد صعوبة في فهم ما يحدث له ويصور الناس الشخص المصاب بالنوم القهري في صورة الشخص الكسول والخامل مما ينعكس سلبا على نفسية المريض ويقلل من ثقته بنفسه ويخلق له مشكلات كثيرة في المدرسة والعمل ما هي أعراض المرض؟ زيادة النعاس أثناء النهار ويتكون من نوبات من النعاس لا يمكن مقاومتها تحدث أثناء النهار ويمكن أن تحدث في أي وقت ومن دون سابق إنذار وقد تحدث هذه النوبات في أوقات وأوضاع غير مناسبة فقد تحدث أثناء قيادة السيارة أو بعض الأعمال التي تحتاج إلى التركيز مما قد ينتج عنه عواقب وخيمة وقد يستمر النوم من لحظات إلى أكثر من ساعة ويشعر بعدها المريض بالنشاط وهذا العرض هو أكثر الأعراض شيوعا ويصيب جميع المرضى وهذا العرض يظهر في كل المرضى الشلل المفاجئ أثناء اليقظة وهذا العرض هو العرض المميز للنوم القهري وخلاله يحدث شلل أو ضعف في عضلات الجسم كلها أو بعضها كأن يكون هناك ضعف في عضلات مفصل الركبتين أو عضلات العنق التي تحمل الرأس أو عضلات الفك السفلية أو عضلات الذراعين أو عضلات التحدث مما يجعل الكلام غير واضح وفي بعض الحالات يكون هناك شلل كامل في الجسم وقد يسقط المريض على الأرض ويظهر وكأنه مغمى عليه ولكنه في واقع الأمر في كامل وعيه شلل النوم هو عدم القدرة على تحريك الجسم أو أحد أعضائه عند بداية النوم أو عند الاستيقاظ وتستغرق أعراض شلل النوم من ثوان إلى عدة دقائق وخلالها يحاول بعض المرضى طلب المساعدة أو حتى البكاء لكن دون جدوى وتختفي الأعراض مع مرور الوقت أو عندما يلامس أحد المريض أو عند حدوث ضجيج الهلوسة التي تسبق النوم هي أحلام تشبه الحقيقة تحدث عند بداية النوم ويصعب أحيانا تفريقها عن الواقع وتوصف بالهلوسة وتكون في بعض الحالات مخيفة وما يميز هذه الأحلام أنها تحدث عند بداية النوم في حين أن الأشخاص الطبيعيين يبدأون الأحلام بعد ساعة إلى ساعة ونصف من بدء النوم ما الذي يحدث في الدماغ خلال هذه الظاهرة الغريبة؟ من الثابت علميا أن النوم يتكون من عدة مراحل أحد هذه المراحل يدعى حركة العين السريعة وتحدث الأحلام خلال هذه المرحلة وتبدأ هذه المرحلة في الحالات الطبيعية بعد نحو ساعة منصف من بداية النوم وقد خلق الله سبحانه وتعالى آلية تعمل لتحمينا من تنفيذ أحلامنا تدعى هذه الآلية ارتخاء العضلات وارتخاء العضلات يعني أن جميع عضلات الجسم تكون مشلولة خلال مرحلة الأحلام ما عدا عضلة الحجاب الحاجز وعضلات العينين فحتى لو حلمت بأنك تقوم بمجهود عضلي كبير فإن آلية ارتخاء العضلات تضمن لك بقاءك في سريرك وتنتهي هذه الآلية بمجرد انتقالك إلى مرحلة أخرى من مراحل النوم أو استيقاظك من النوم إلا أنه وفي بعض الأحيان يستيقظ المريض خلال مرحلة حركة العين السريعة في حين أن هذه الآلية ارتخاء العضلات لم تكن قد توقفت بعد وينتج عن ذلك أن يكون المريض في كامل وعيه ويعي ما حوله ولكنه لا يستطيع الحركة بتاتا والمرضى المصابون بالنوم القهري يدخلون مرحلة الأحلام مباشرة عند نومهم وحيث إن الشخص لا يكون قد استغرق في النوم بعد فإنه يشعر بأن الحلم أكثر حيوية وربما لا يستطيع تفريقه عن الواقع وحيث إن المرضى المصابين بهذا المرض لديهم زيادة كبيرة في نسبة مرحلة الأحلام فإن هذه المرحلة من النوم أو جزءا منها قد تحدث للمريض وهو مستيقظ وهذا ما يفسر زيادة النعاس خلال النهار والشلل المفاجئ أثناء اليقظة رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم آمين عزيزي المشاهد استيقظ هل نمت مرة أخرى؟ اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التحليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا